نص كيلو من صدور الدجاج متقطع مكعبات صغيرة جدا معلقتين كبار من الخل معلقتين كبار من عصير اللمون معلقة كبيرة من الكاتشب أو من صلصة الباربيكيو بعد كده هنضيف ربع كباية من الحليب مجموعة البهارات ملح مع فلفل اسود بصل بدرة توم بدرة زنجبيل وبابريكا المكونات كلها مكتوبة في آخر الفيديو هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لغاية لما الفراخ تتغطى كويس قوي بالخليط بعد كده هنغطيها ببلاستيج غزاي أو نحطها في كيس تلاجة وبعدين هنقفلها كويس ونحطها في التلاجة لمدة تقريبا ساعة ولو عايزين تسيبوها طول الليل يعني اتبات في التلاجة ممكن بردو تبقى جميلة جدا بعد كده هنجيب كباية من الدقيق بنفس الكباية هنحط نص كباية من النشا وبعدين هنحط نفس البخارات اللي احنا حطناها قبل كده ملح وفلفل اسود بصل بدرة توم بدرة بابريكا وزنجبيل وعليهم معلقة كبيرة من الكاري طبعا الكاري ده بيدي طعم جميل جدا للخلطة وعليها معلقة صغيرة من البيكنج بودر هنقلب المكونات الجفة دي مع بعض كويس بعد كده هنجيب بقى الفراخ بعد ما حطناها في التلاجة لمدة ساعة وهنضيف على الفراخ بيضة واحدة هنقلب بقى البيضة دي كويس مع الخليط بتاع الفراخ لغاية لما تمتازك بعد كده بعد ما قلبناها كويس ومش هنضيف بقى فلفل اسود على البيض لان احنا حطين اصلا فلفل اسود على الخلطة اللي احنا تبلنا بيها الفراخ بعد كده هنجيب طبق فيه مية ساعة تبقى مية مسلجة ومعايا الخليط الجاف اللي احنا جاهزناه هناخد بقى قطع الدجاج كده وبعدين هنحطها الاول في الخليط بتاع الدقيق ونبتدي ان احنا هنحركها كده باطراف الاصابع وبعدين هنحطها في المية البردة بعد كده هنحطها تاني في الدقيق وبعدين في المية البردة وبعدين تالت مرة في الدقيق وبعدين في المية البردة وبعدين هنحطها بقى في الدقيق ونطلعها بعد كده على زيت الالي يبقى كده احنا حطينا قطع الفراخ في الدقيق بعدين في المية تلات مرات وفي الاخر هنحطها بقى في الدقيق ونطلعها على زيت الالي هنقرر العملية دي ثلاث مرات الفكرة ان احنا بنعملها ثلاث مرات ان هي بتدي طبقة مقرمشة من برة وبتبقى طبقة حلوة كده ومقرمشة وجميلة جدا يبقى الزيت سخن على نار من متوسطة الى عالية وبعدين هنحط فيها قطع الفراخ ونبتدي نحمرها على النار المتوسطة ونحركها كده باستمرار لجاية لما تتحمر وبعدين هنطلعها نصفيها يعني من الزيت الزيادة ونحطها على مناديل المطبخ وبكده يبقى احنا عملنا وصفة لذيذة جدا بصدور الدجاج طعمها حلوة قوي والولاد الصغيرين كمان هيحبوها جدا سواء صغيرين او كبار كلهم هيحبوها مقرمشة من برة وبتبقى الفراخ من جوة طريقة كده وطعمها جميل جدا ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وتعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو ويا ريت كمان ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات بقولكوا بقى مع السلامة وشوفكم ان شاء الله المراجعي اشتركوا في القناة